السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة هنتكلم عن فيديو جديد وهو انك ازاي تخفي الصور والطبقات بتاعتك عن طريق الفلاش اللي موجود في الموبايل بتاعك. ايوا كده طبعا زي ما بقول لك عن طريق الفلاش اللي موجود في الموبايل هتقدر تخفي الصور والطبقات بتاعتك. اه والفيديوهات كمان. اه خلينا دلوقتي اه نعرف ازاي هنقدر نخفي الصور والطبقات عن طريق الفلاش بتاع الموبايل. بس قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان وصل على كل جديد. ولو فايا حاجة جديدة اكتب لنا في الكومنت واحنا نتكلم عليها الفترة الجاية. وخلينا نمسك الموبايل دلوقتي ونشتغل ونشوف هنعمل الطريقة دي ازاي. اه اول حاجة بنخش هنا عند متجر اللي هو جوجل زي ما احنا شايفين كده. وبنيجي بنختار التطبيق اللي هو زي ما احنا شايفين دلوقتي اللي هو اللي هو قدام حضراتكو دلوقتي. اه طبعا بتبحس عنه لو انت مش مش تلاقيه هتلاقيه هو الخيار رقم اربعة دوت زي ما انت شايف. زي ما انت شايفين كده. بس بتخطي تضغط عليه. وبنعمله تثبيت مع بعض. هو حجم صغير اه اتنين ميجا. تستنى مع بعض ده يثبت التطبيق. تمام هو كده آآ التطبيق نزل بيتثبت. طبعا اول ما بيتثبت التطبيق هتلاقيه موجود عندك في في الشاشة الرأسية من بره. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت الفلاش لايت اهو. طبعا لو انت جت تشتغلم التطبيق دوت زي ما انت شايف كده. لو رفعت دي الفوق. هتلاقيين هو زي اشتغل زي ما انت شايف كده آآ اكنه فلاش عادي للموبايل آآ ما فيهوش اي خدعة. ايه الفكرة هنا بقى في التطبيق ده? ازاي نطبق الفكرة اللي انا بقول لك عليها انك تخطي التطبيقات والصور والفيديوهات. لو ضغطت هنا ضغطة مطولة. بيطلب منك هنا الاول انه اه تعملوا سماح للصور والفيديوهات طبعا هنديروا سماح. وبيطلب منك هنا تدخل رقم سري مقابل من اربع ارقام. خلينا ندخله مع بعض كده. مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة. بقول لك عيدل الرقم السري تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? بيطلب بيقول لك هنا انك ممكن تدخل آآ آآ سؤال آآ بحيس انك لو نسيت الرقم السري ده زي سؤال بديل كده عشان تعرف ترجع به آآ تخش على الصور والفيديوهات اللي انت هتخفيها. خلينا نختار سؤال مسلا مع بعض. اقول لك الاسم بتاعك مسلا. اكتب العبد الرحمن. بنعمل سيف. زي ما انت شايفين ظاهر معنا هنا فيديو وآآ امج. واديو نوتس. آآ دي ات الحاجات اللي انه قدر ممكن نخفيها. طبعا مسلا خلينا نختار صورة مسلا اعايزين نخفيها. بنختار على امج. وبنيجي هنا عند علامة الزائد اللي احنا شايفينها فوق ديت. طبعا زي ما اللي شايفين اهان. علامة الزائد اللي هي موجودة فوق دي. وبنضغط عليها مع بعض. هو هيفتح لك هنا بتاعك اللي هو اللي انت آآ بتاع المعرض الاستاذي بتاعك. مسلا خلينا نختار الصورة دي. تمام? وبنعمل نضغط على علامة القفل. كده الصورة دي ظهرت هنا في التطبيق. يعني الصورة دي اتنقلت من المعرض بقت في التطبيق هنا ومخفية وما حدش يقدر تدخل على غيرك. تمام? لما هتيجي بقى ترجع وتخش تاني على تضغط هنا ضغطة مطولة هيطلب منك طبعا البصور دي اللي احنا دخلناه جوا واحد اتنين تلاتة اربعة. انت بحيث ان انت بقى ممكن تدخله. تمام? تيجي ندخل على الامج. هتلاقي الصورة بتاعتك عادي. تمام? ممكن تيجي هنا في حاجة برضو تعملها من انك تعمل لو انت عندك بصمة في الجهاز. بتفعل الخيار دوت. زي ما احنا شايفين. وبتفتح عادي عن طريق البصمة بتاعت الجهاز بتاعك. بس دي كانت طريقة سهلة ازاي تخفي التصور والتطبيقات عن طريق الفلاش بتاعك بتاع الموبايل. اه طبعا الطريقة دي مفيش كتير يعرفوها. اه فبس حبينا نشاركها معكم. ولو اعجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نوصله للاكبر عدد من الناس وتعمل اه كومنت لو انت حالت نتكلم عن حاجة جديدة لفترة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشوفكم في فيديو جديد.